البطولة الي حا بجائزينا بقالها كثير كثير بقالنا اي데 الصرار인이 الغيابة تحت لها 6 سنين الحمده لله ربنا ووفا كلتا دخل ع البطولة عندنا إصالة نحن ارجعنا لنجربة الحمد لله تقول كنتغيبة النادي بقى إلى فترة كان عندنا إصالة إني أننا إرجعنا النادي الحمد لله لعبة عملت اللي عليها قدت المطلوب منها وقدنا رجعنا النادي يفرّه الجمهور والحمد لله والله البطولة كان فيه الأجواء صعبة شوية الأجواء الأفريقية معروفة الأجواء الجوحر هناك الأكل الحاجات tray كتسعوبات بتتواجه هنا طبعا والحمد لله قدنا نتأقلم عليها ورب يقرأنا الحمد لله أحب أشكر الفريق جدا وأحب أشكر الجمهور والجهاز الفني عشان البطولة الأجواء بتبقى صعبة جداً في أفريقيا يعني إحنا الصالة ما كانش فيها هوى يعني كان عبارة عن عرق الكرة عبارة عن مية الأجواء يعني بتبقى صعبة والقاعدة هناك مش أحسن حاجة يعني الحمد لله البطولة ما كانتش أسهل حاجة بس الحمد لله الناس كلها ملتزمة ومحدش خرق برا النص وكله ملتزم بالكابتن ديفيد بيقولنا عليه فكله ماشي على خط واحد والحمد لله ربنا كرمنا والله الحمد لله طبعاً بطولة غالية جداً زي ما انت قلت غايبة عنها دي بقى أهلها ست سنين تقريباً معظم الفرقة ما خيبتاش أول مرات أخوتها فدي حاجة كويسة بداية موسم عندنا ستانية ست بطولات ربنا إن شاء الله يا كريم ديتر أول بطولة ونقدر نحاها أكبر عدم البطولات إن شاء الله كنا بناخد كل مطش بمطش والأجواء كان صعبة جداً هناك الجو صعب جداً اللوتيل ما كانش أحسن حاجة التغذية بس إحنا نجحنا إن إحنا نعمل الروتيشن في الفرقة كل الناس لعبت تقريباً كل التسعة عشر لعبين اللي سفروا لعبه ودي حاجة كويسة لإحنا واخدنا إعداد للدوري والمطشات عندنا السوبرجلوب إن شاء الله في أول 11 فشاف إن إبداية كويسة والناس كلها بقيت جاهزة الحمد لله ما كانش عندنا إصابات ودي حاجة كويسة في الأجواء دي ما بشفي إصابات في يعني خطوة مميزة إن شاء الله كانت بطولة صعبة كانت يعني كانت معاملة ضغطة علينا اللي هي بعلقة كتير ما دخلتش الناس للأهلي الحمد لله يعني حاولنا على عد ما نقدر إن بصال نبضل أقصى ما عندنا البطولة البطولة كانت صعبة يعني كأجواءها كبلد وكأعادة هناك في القتل في الأكل في الحالات دي كلها بس الحمد لله تغلبنا على الكسة دي كلها الحمد لله من أول يوم مركزين في البطولة حطنا كلام ده كله على جنبه وكلنا من أول مطش والآخر مطش من نفس الأكتر حاجة عندنا الحمد لله ربنا كرامنا بشكل كويس الحمد لله رجعنا كلنا سليم الحمد لله دي أهم حاجة اللي إحنا حتى المدير الفن بتاعنا اللي إنا أهم حاجة أنا عايز أرجع بكم سليم زي ما جيت تبقوا يعني عشان إحنا عندنا الفترة الجاية حاجات صعبة والدوري والسوبر جلوب والسوبر المحلي كل ده الحاجات دي بتبع حاطنا على ضغط كلنا نفكر بس إحنا بناخد حاجة حاجة الحمد لله ربنا كرامنا بشكل كويس الحمد لله ربنا بارك في حضرتك طبعا ببارك لجمهور النادي الأهلي وبارك لمجلس الإدارة البطولة طبعا البطولة الدوري أبطال دوري يعني غايبة عن النادي بقى لحوالي 6 سنين فكان مهم أول نحنا نكسب البطولة دي ونرجعها تاني النادي والحمد لله احنا كنا رايحين مركزين البطولة من أول مطش لأخر مطش أين كان هنلاعب مين كل فريق بننزل نديله احترامه وبنلعب جامد والحمد لله ديدنا نكسب في النهاية يعني بمكسب كويس كمان كاننا دائما بنتكلم ان البطولة مش لازم عشان فيها ممكن فرق سهلة شوية ولا حاجة يبقى احنا نستهضر لا بالعكس ندي الفرقة احترامها ننزل نلعب جامد من أول دقيقة لأخر دقيقة ومش فارق معانا احنا باللعب مين هنلعب بنفس الرتم بتاعنا والحمد لله ده اللي حاصل من أول يوم رحنا فيه كان تركزنا يعني كبير ان احنا من أول ماتش الحد ماتش الفاينل يعني الحمد لله انا طبعا بشكر كمهور النادي الاهلي جدا وبهديلهم البطولة دي وبقولهم ان انتو طول ما انتو في ظهرنا وبالدعمونا احنا ان شاء الله نعمل كل حاجة عشان نساعدكم